الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم إخواننا المشاهدين جميعا في فقرة في ظلال آية والآية التي نقف عند مقطع منها اليوم قول الله تعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام وهو يكلم أولاده ويقول لهم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هكذا خاطب يعقوب عليه السلام أولاده ودعاهم ويدعون أيضا هذه آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوننا أجمعين ألا نيأس من روح الله وقد قالها إبراهيم عليه السلام من قبل ذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فلا قنوط ولا يأس الأمل إيمان واليأس كفر الرجاء هدى والقنوط ضلالة والعياذ بالله تعالى الأمل والتفاؤل حياة واليأس موت ولهذا قالوا لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل فنحن على الدوام يجب أن نتعلق بالآمال وأن نثق في الله سبحانه وتعالى فما ظنكم برب العالمين والله تعالى يقول لنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء وفي رواية فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا عياذا بالله فله فالله تعالى عند ظننا ونحن ليس أمامنا إلا أن نحسن الظن بالله وأن نثق بالله تعالى لأننا نعلم يقينا أن الله تعالى غالب على أمره وأن الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء وأن الله تعالى إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون هكذا علمنا أنبياؤنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفعها قائلا لا تحزن إن الله معنا لم ييأس والكفار يحيطون به وداخل الغار بل أطلقها عالية مدوية واضحة لا تحزن إن الله معنا إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل وهو في النار كان واثقا من الله فالله تعالى أخرجه وجعلها بردا وسلاما موسى عليه السلام قالها أيضا كلا إن معي ربي سيهدين إذن لا بد أن نثق بالله هاجر عي السلام علمتنا وقالت إذن لن يضيعنا الله علينا أن نثق بالله وأن لا نيأس من روح الله تعالى وأن لا نقنط من رحمة الله رغم الآلام والمعانات والأزمات والأوبئة فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء هذا الأمل هو الذي سيبقينا على الدوام في خير وفي نعيم ثم في الدنيا سنكون مرضيين لأننا وثقنا بالله وكان الله تعالى في ظننا الأحسن ولا نظن بالله تعالى ظن السوء رغم كل شيء وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة